لا طالما ارتبطت مصر والأردن بعلاقات تاريخية منذ زمن بعيد علاقات شملت جميع المجالات وتوتضت على الأصعدة كفا فعلى صعيد السياسي تجلت العلاقة الثنائية وقوامها التنسيق وتشاور المستمر بين البلدين وتوافق الرؤى والمصالح المشتركة فضلا عن إدراك التحديات والقواسم المشتركة وتعزيز التعاون بينهما في هذا الإطار العلاقات السياسية المصرية الأردنية تعد نموذجا يحتذا به في العلاقات بين الدول خاصة في ظل الدور الإقليمي البارز الذي تلعبه قيادة البلدين في إعادة الاستقرار بالمنطقة وتنسيق المواقف فيما يتعلق بالقضايا العربية وتعد الأحداث الأخيرة التي تشهدها الأراضي الفلسطينية المحتلة دليلا واضحا على تنسيق المواقف فيما يصب في مصلحة القضايا العربية حيث أعلنت القاهرة وعمان رفضهم القاطع للمخطط الإسرائيلي بتهجير الفلسطينيين حيث حذر الرئيس عبد الفتاح السيسي والعاهد الأردني الملك عبد الله الثاني من أن تهجير الفلسطينيين يعد بمثابة تصفية للقضية الفلسطينية وشاركت حكومات مصر والأردن في عملية السلام في الشرق الأوسط وعقدت عدة قمم ولقاءات في البلدين بهدف تحقيق تسوية للقضية الفلسطينية في ملف الإرهاب تتفق رؤى الدولتين حول ضرورة تكاتف جهود المجتمع الدولي والدود العربية والإسلامية للتعامل بكل حزم مع خطر الإرهاب والتطرف والتنظيمات الإرهابية هذا بالإضافة إلى الرؤية المشتركة للوضع في سوريا وتأكيد البلدين على أهمية التوصل إلى حل سياسي شامل للأزمة ينهي المعاناة الإنسانية للشعب السوري ويحفظ وحدة وسلامة الأراضي السورية ويحول دون امتداد أعمال العنف إلى مناطق أخرى وفي أغسطس الماضي قام الملك عبد الله الثاني بزيارة لمصر تتضمن المشاركة في القمة الثلاثية بين مصر والأردن وفلسطين استقبله خلالها الرئيس عبد الفتاح السيسي حيث عاقد الزعيمان جلسة مباحثات أعرب خلالها عن ارتياحهما لمستوى العلاقات المتميز بين مصر والأردن وما بلغته من مستوى متقدم على مختلف الأصعدة معربين عن التطلع لتعزيزها بما يساهم في تحقيق مصالح البلدين والشعبين الشقيقين سواء على الصعيد الثنائي أو في إطار آلية التعاون الثلاثي مع العراق الشقيق لا سيما على المستويين الاقتصادي والتجاري زيارة العاهد الأردني للقاهرة سبقها في الشهر نفسه زيارة رئيس الوزراء مصطفى مدبولي إلى الأردن حيث استقبله الملك عبد الله الثاني الذي أعرب عن ترحيبه بما تم التوافق عليه بين الوفدين المصري والأردني من موضوعات تعاون مختلفة مؤكدا حرصه على المتابعة المستمرة لمسيرة تطوير وتعزيز العلاقات مع مصر العلاقات القوية والراسخة بين القاهرة وعمان تظهر متانتها في كافة المواقف التي تتطلب رأيا عربيا موحدا وهو ما يميز العلاقات بين البلدين على مدار سنوات عديدة ترجمة نانسي قنقر